كورس كبكات الاحترافي من الصفر راح تسألي تقول ليش بالتحديد تطبيق كبكات نعم في كل الادوات اللي يحتاجها كل ممنتج وصانع محتوى ايش تريد اكثر من كذا يا صديق العسل جيب من شربك المفضل وشغل جهازك وتابع معي ثالث درس من كورس تطبيق كبكات الاحترافي ويلا بينا نبدأ على بركة الله حياكم الله يا اهلا وسهلا بكم اليوم مصدنا تتبع الحركة تراكموشن منين نجيبها او منين نصنعها هذا الفيديو الاساسي اللي عندي اذا عائز تطبق عليه Е يجب أن يكون ن sharply stay فيديو لازل يكون هذا الفيديو لو اضغط علي ضغط وهناiro اي insan هم يوجود تراكموشن تمام لو اضغط الفيديو قائمة تراكموشن غير موجودة أضغط العنصر راح تتظر عندي قائمة تراك اللي هي تراكموشن تمام اضغط عليه في هذا الشكل الآن انا عايز انه تراكموشن اهاريز الصورة ه rugّه تتبع مثلا حركة بهذا الشكل تمام طيب كيف الطريقة؟ الطريقة بسيطة جدا اضغط العنصر مباشر اروح على الخيار اللي هو اسمه مباشر هنا يطلع لك مربع اصفر تدخل عليه تدخل عليه الايقونة بهذا الشكل الايقونة البريمير بعدين اتحدد الترك موشن وين راح يتحرك يجيب المربع هذا مثلا عايزه على ايدي بهذا الشكل تمام عايز حركة ايدي تتبعها وتكون الايقونة معها تتحرك بهذا الشكل تمام مباشر تعطيه ببداية الحركة وقف طبعا ارجع وقف هنا هنرجع العلامة خليه هنا تمام ما تحرك الفيديو ما تشغل الفيديو حتى تبدأ بالحركة تخلي الايقونة في وسط المربع بهذا الشكل بعدين ايش تعطيه تعطي ستارت الان راح يبدأ يتتبع لك حركة اليد شوف لاحظ معي بدأ يتتبعها يعني بكل بساطة سوينا حركة او طبعا راح تستنى شوية حتى يخلص تمام عشان يشغل الايقونة طبعا هي صغيرة انتهت لكن هو الفيديو خلاص خلاص تنى شوية بس احب معي الايقونة انا راح تبدأها شوف احذف هذا الايقونة اجيب ايقونة مثلا هذا حلامة الانذار يعني عشان ما يظهر وجين خليها فوقو اجيب هذا الشكل طبعا راح نستطيع بالايام الجاي راح نشرح البلور وكيف نسوى البلور في اتراك موش انا الان اجيب بلور واغبش لكن هلنا نتعلم على الايقونات والاشياء البسيطة طيب اتراك موش اروح اتراكينج اجيب الاتراك راح تطع عندي هذه العلامة بعدين نجيبها خضيفية الوسط بهذا الشكل تمام على وجهي كبرها شوية عشان تغطي تغطي بس آآ المنطقة اللي انا شغال فيها سوي الزوم شوية عشان كبرها شوي هذا الشكل طيب اوكي الان صغر شوية اعطيها الان يا شباب ركز معي شوي اعطي start الان راح يبدأ تبدأ الحركة من انت وين وضعتها شوف لاحظ معي وجهي ما ظهر راح يبدأ يتتبع وجهي ما راح يظهر وجهي نهائي حتى تنتهى الايقونة لو اضيف الايقونة من الاول الاخر راح يظل يتتبع وجهي وما راح تظهر نهائي خلونا استنى حتى ينتهي انتهى الان شوف الان لو امد الايقونة يلقيون اسحابه مثلا اسفل واخلي من الاول الى النهاية راح يتلاحظ ان الايقونة تبدأ تشتغل على وجهي من البداية حتى النهاية لانه هو تتبع الحركة من بداية الفيديو حتى نهاية الفيديو لاحظ شوف ما راح اظهر نهائيا وطبعا اقدر اتحكم في حقها بحيث انه ايش اقلل الشفافية حقكة في هذا الشكل لاحظ مثلا اعايز يظهر جزء شوية من وجهي هذا الشكل لاحظ حركة اقدر اخفي العناصر هذا بس عشان اركز على انعنصر اشتغلت عليه لاحظ التراك موشن الآن يعني بدأ يتتبع لحركة وجهي بكل بساطة طيب اصدقاء المرحلة الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم هي مرحلة صورت هذا الفيديو على الطاولة عندي لاحظ معي عندي الآن حركة اهتزازية انا طبعا تعملت اتسويه عشان نشوف كيف راح نقدر نتخلص من هذا الحركة اهتزازية في الكاميرا خيار عشان تطلعوا تروح على البيسك من البيسك تنزل اسفل اخر شي تلاقي هذا الخيار الاسمه تضغط عليه بهذا الشكل راح يتم تفعل مباشرة على الفيديو اللي انت محدد ولاحظ معي انه بدأ يشتغل ويطبق الافكت على طبعا عندنا ثلاث خيارات الخيارة الثالثة هذه الخيارة الاول هو يقول لك مستحسن اي مستحسن انك تختار هذا اختيار عشان يأثر على الفيديو ويقص من اجزاء من المقاس الفيديو اللي هو يقول لك اختار هذا الخيار اللي هو مستحسن الخيار الثاني اللي هو من يوم الخيار تسمح لهMan يقص اجزاء من الخيار الخير يقول لك انه الاقصى احد من الاستقرار او اكثر استقرار للمنع الاحتزاز الاقصى حد فأنا راح نشوف ثلاث خيارات مع بعض الآن اخترت أول خيار الهواريك موندد ونشوف أيش راح يعطيني هذا الخيار جاري التطبيق طبعا على الفيديو ونشوف أيش النتيجة مع بعض طبعا هذا الشي يعني يعتبر درجة من الأشياء الاحترافية المولودة على هذا التطبيق إنه يضيف لك هذا خاصه طيب الآن لاحظ معي خلنا نشغل من البداية لاحظوا نخفف الاهتزاز للدرجة كبيرة لو أنسخ وألسق نفس الفيديو وأشيل عنه التأثير شوف الفيديو الآن مشغل على التأثير طفي عنه التأثير نشغل نشوف الاهتزاز مع بعض لاحظ معي كمية اهتزازة كبيرة جدا جدا طيب أروح للفيديو لأسفل أسفل مطبق عليه هذا موجود عليه شوف خلنا نشغل من بداية الفيديو لاحظ أنه لاحظ معي الفيديو صار أنعم وقضى لي بشكل كبير بنسبة ثلاثين إلى أربعين في المية الخمسين في المية من الاهتزاز الموجود لو أروح الخيارة وهو أي قص لي جزء من الفيديو وشيل الاهتزاز شوف صار الاهتزاز أكثر طيب لو أروح الخيارة اللي بعده وهو أي أكثر استقرار لاحظ أنه قص جزء من الفيديو لاحظ معي أنه الجزء الثاني لو أشيل أرجع لاحظ معي أنه حافظ على أجزاء من الفيديو هو فكرة أنه يقص أجزاء من الفيديو ومددها عشان يتبتلك العنصر الداخل ويخلى الاهتزاز مولود على الأجزاء الخارجية الممدودة لاحظ معي اللي أنا اخترت آآ خلالي الفيديو أو الصورة مي مخصوصة لو راح على يعني أكثر استقرار راح يضطر أنه يقص جزء من الفيديو هذا الشكل مثلا إذا عندك عناصر تريد تحفظها داخل الفيديو ما راح تقدر تختار هذا الخيار إذا تريد تختار تحفظ جميع العناصر الموجودة في الفيديو تختار حلو راح نختار نشوف ايش يعطينا النتيجة شوف قص جزء من الفيديو ونشغل نشوف الجزء كيف راح يكون الاحتزاز لو أشوفه للآن الأساسي بدون أي تأثير لاحظ معي كمية الاحتزاز الموجودة لو راح أرجع للأساسي اللي حطيت عليه لاحظ معي صار الاحتزاز قليل جدا جدا وهذه فكرة بشكل عام الآن نروح على آخر فقرة من الدرس اليوم هي فقرة السلو موشن واسبيت موشن حركة الكاميرا السريعة وكيف تحكم فيه فيك الفريمات والفيديو وكيف نستفيد منها طيب الآن عندي هذا الفيديو وان صورته لأحد الجهات تمام مباشر لاحظوا انه عندي بداية التصوير راح أبدأ الآن أبدأ من هنا الحركة طيب الآن راح أسوي حركة سريعة الطبعا عندي عشان اعرف انه كم الفيديو مصور على كم كيفرايم لازم تعرف انه بالنسبة للسلو موشن لازم تعرف كم كيفرايم نصور عندك الفيديو عشان تقدر تسوي سلو موشن عشان ما يستطيع فيه تقطيع في الفيديو لكن بالنسبة للحركة السريعة ما يأثر كم كان مشور على الكيفرايم سواء ثلاثين كيفرايم أو ستون كيفرايم وابغض النظر عن الشي هذا كلما كان الفيديو مصور على كيفريمات عالية ستين كيفريم فما فوق كان افضل في سلو موشن وسبيد موشن. طيب عشان ما يكون فيه تقطيع الفيديو وبيكسل طيب. الان ان عندي حركة هادي سألاحظها مع عمي بطيئة جدا انه شغل بطيئة. اسوي سبيد موشن حركة سريعة. اروح على خيار من هنا. اللاحظ معين يطلع معين خيار اسمه اه السرعة او الوقت او خط زمني الخاص في الفيديو. لو الاحظ الان لو ازيد بهذا الشكل راح لاحظ انه الفيديو يصير يعني صغير. يقل معي حجم الفيديو. اي يصير سريع جدا. لو اشغل الان شوف السرعة كم. صار اسرع من اول. اشغلها اسرع. هذا الشكل. مباشر. يعني هاد اللقطة نسميها سبيد موشن حركة سريعة. هادة تستخدم في الاشياء انك تصور شي مستقيم مو دائرة زي كده. لكن بشكل عامل استخدمت بهذا الحركة وطبطت باشياء كثيرة وطعت من حركة سلسة جدا الان نشوفها مع بعض بالفيديو. طيب. لاحظ. صارت حركة سريعة يضرب كانو يفوت في الجهاز بعدها تتعطيك اه حركة حلوة اذا كان في انتقال بعدها سلو موشن. لاحظ. مباشر. وصل هاد المرحلة الان كيف استفيد هادة بالنسبة سبيد موشن هاي حركة سريعة. الان سويت انا حركة سريعة. الان بعد الفقرة هذي اقدر اسوي ايش? سلو موشن. حركة او انتقال بطيء يعني يجي الفيديو الاول سريع بعدها يجي بطيء عشان ايش يعطيني فرق الحركة ويعطيني شي احتراف في المونتاج. طيب اجيب الحركة البطيئة اللي بعدها. بهذا الشكل اقص جزء من هنا. مصور على ستين كيف ريم تمام? انا عم نصوره على ستين كيف ريم. لو اخلي بس فقط اخففها بهذا الشكل خليها الى خمسة في المية اكس تمام? مباشر هنا يعطيك آآ سلو موشن تضغط عليها عشان يعطيك حركة اكثر آآ اكثر آآ نعومة. نلاحظ انه بدأ يطبقها. طبعا هذا الخيار موجود في الاصدارة الاخيرة من تطبيق كاب كات. لاحظ صار معي الحركة نعمة جدا. طيب الان راح اطبقها مع الحركة الثانية. الحركة هي صارت السبيد موشن حركة سريعة لاحظ. بعدين صارت الحركة بطيئة. بهذا الشكل احنا نستفيد من سلو موشن. الافكار تقدر تطبقها على اي برنان وشرة تطبقها على كاب كات. بس لك انا اشرح ادوات كاب كات. طيب اصدقائل تعلمنا مع بعض كيف نسوي اسلو موشن واسبيد موشن بشكل يدوي. الان راح اعلمكم طريقة تسوونها بشكل اوتوماتيكي من خلال برستات جاهزة داخل كاب كات. مباشرة اضغط الفيديو اللي عايز اطبق عليه السبيد موشن او سلو موشن. واروح على السبيد. من السبيد اروح على شي اسمه كيرف. من كيف هنا يعطيك شوف آآ سبع برستات جاهزة تقدر تشتغل منها وتعدل فيها وتطلع نتائج احترافية. عايز اطبق اللي هي آآ الحركة اللي بتكون الحركة بالوسط سلسة وبالنهاية سريعة. وبالبداية تكون سريعة وبالنهاية سريعة وبالوسط بطيئة. لاحظ معاين انا طبقت البريست مباشرة ضغطت الوحدة. طبق معي وظاهر عندي الكيفريم. مثل ما شفت طبق عندي الكيفريم على الفيديو بشكل مباشر. انا لو اشغل اشوفاش النتائج اللي عطانيها. لاحظ معاين. يا السلام. لو تبغى الفيديو ثانيا نفس البرست يعطيني نتيجة بعد حلوة. طبعا هذا اكتر بريست يعني شغال عليه في السوشيال ميديا واكتر بريست يعني يخدم الممانتجين الخاصة في التصوير اللي هو ان و اوت. التصوير الاو الدائري. التصوير الدائري. لاحظ معاين نتائج مع بعض. هنا تطبق معي وهنا تطبق معي. طبعا تقدر تعدل على الكيفريم نفسه. تتحكم بالسرعة. انا اعلمكم كيف تتحكموا في السرعة مثلا اذا كنت السرعة بطيئة لكم. لاحظ معاين كيف النتيجة. خلنا نكبر الفيديو بس. يا السلام. شوف النتيجة مع بعض. يعني طاني سلو موشن و سبيد موشن وبشكل مباشر. يعني بريست جاهز سبيد موشن و سلو موشن. لاحظ معي الحركة الجميلة. يا السلام. لا عايز ازيد الحركة شوية و عشان تتحكم تبسك الكيفريم بالماوس. زر الماوس الايسر. و تزود وتقرب المسافة عشان تزيد معك السرعة داخل الفيديو هنا. لاحظ معاين شو. يا السلام. هنا بنفس الموضوع. تقرب شوية المسافة عشان يزيد معك السرعة. شوف كيف. نعومة بالحركة. وسلاسة رائعة. لو اطبق نفس الموضوع على الخروج هذا. عندي بريست هذا. راح نشوفه مع بعض كيف نحن تتحكم فيه. شوف. يا السلام. طبعا تقدر تتحكم هنا من هنا. تقدر تتحكم فيه الكيفريمات من هنا. يعني تتقرب المسافة بهذا الشكل. ذا معي تصارى المسافة نفسة نفسة من هنا. لو تكرم كده يتطبق التأثير هنا. ولو تسوي من هنا يتطبق التأثير هنا. يعني تضغط الكيفريم بهذا الشكل. وتباعد المسافة وتقربها بهذا الشكل. تلعب بالمسافة الصرحة. طبعا تقدر تسوي الحركة ناعمة اكثر من خلال الخيار يعني من خلال الخيار يوفر لك يا كب كط. مباشرة تروح على الاسفل تلاحظ فيه خيار اسمه سموث. هذا راح يخللي لك الحركة ناعمة جدا يزود لك الكيفريمات لدرجة فعلا يعني فعلا احترافية. لاحظ ما يبدأ يطبق على الحركة. راح يأتيك حركة ناعمة جدا اكثر من الحركة اللي انت كنت تصورها حتى لو كنت تصورها على الكيفريم يعني منخفض. يعني كل ما كان الكيفريم آآ زايد يعني مية وشي كيفريم صور بالفيديو وكل ما اعطاك حركة ناعمة وشلسة. فهذا ايش يسوي هذا يزود لك الكيفريمات على الفيديو. لاحظ معاي كيف الحركة الصر نعمة قبله بعد يعني صراحة شي رائع جدا. ونفس الموضع تبقه على الفيديو هذا. راح يبدأ يطبق الكيفريمات على الفيديو والثانية. اروح عندك كيفريمات هو يحط لكها انت تتحكم في السرعة. مثلا يعني اذا السرعة تبدأ من هنا. وهنا تكون بطيئة. هنا تكون بطيئة. وهنا تكون سريعة. انت تتحكم فيه بيدوي. هنا تكون سريع هذا الشكل. وتحطها لسموثينج تمام? راح يعطيك حركة حلوة جدا. لاحظ معاي. هنا صار السريعة. اخذها سريعة اكثر. وهنا بطيئة. شوف. كل ما قربت الكيفريمات تصير بسريعة. كل ما بعادت تصير بطيئة. طيب. الآن لو اطبق على نفس الحركة. هنا تبدأ الحركة. لاحظ معاي كمية الاحتزالة في الحركة. انا ماسك الكاميرا او امشي ماسك الكاميرا و امشي. لحاتة وصلت اني هكي له. تقريبا. اقطع من هنا. الآن اطبق السلو موشن سبيت موشن. تمام? عندي بريستات كثيرة طبعا تمام? اختار طبعا اندي بريست هذا الاكثر شيء يعني استخدموه. واكثر شيء يعطيك حركة نتائج حلوة. لاحظ معاي كيف? يا السلام. طبعا لو تحط سلو سموثينج سلو راح يعطيك نتائج اكثر احترافية. لاحظ معاي. يا السلام. يا السلام. الحركة جميلة جدا. تقدر تطبقون هذي النتائج على جميع الفيديوهات تشوفون النتائج كونها مع بعض. على فيديوهات. وفهمنا مع بعض اشياء اساسية على تطويق كب كات. ونخلقكم معاي في الحلقة الجاية راح يكون فيها اشياء عملية اكثر. وإلى هنا انتهينا من حلقة هذا اليوم. اتمنى اني اكون قدرت ابسط لك الامور كلها في تطبيق او في كورس كب كات الاحترافي. واتمنى منك تدعمنا باللايك والشير. وتشارك هذا المحتوى مع اصدقائك المهتمين في المونتاج والتصوير. وصناعة المحتوى عشان يستفيد من هذا الكورس المجاني. ولا تنسى تضغط على زر الاشتراك. وتضغط على زر اللايك عشان يستفيد الجميع وينتشر هذا المحتوى عند الجميع. واشوفه في الحلقة القادمة. وفي الختام سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا الى هلا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.